مناطق الظل لم تشرق عليها شمس الوعود المقطوعة والقاطنة يلجأون للدواء بقصد التزود بالماء الشارو المارا ينعمره حشيك فوق الحمير اللي فات لولي يدير دلال لاخر يظالوا لانا دلال لاشيان كان جاو ستة تبقى انت السابع باتعمر جاو عاشرة تبقى انت عاشرة باتعمر بايجيك وعضيه في قاصر باتعمر باتعمر المارا ينعانو بيت وذلالي جاء الساعات العاشرة نتعلى الى هنا اللي معادوش حمار قالوا استلب حمار وإن لاحث البوادر في انتشال هذه المنطقة من عزلتها فيبدو ان الطريق الى دوار الجريدات ببلدية ولا دمع الرف لم يوضع على اسس صحيحة فهل بهذه الطريقة السطحية يتم وضع قنوات الصاريفة للمياه وهل تم تجسيد وعود الوالي حرفيا كي جان الوالي وطعنا وفرحنا في التالي والله يخدموا في خدمة لله الله محضر رسول الله قناة ردينهم فوق الارض والله دودانات الطلعات باش ينحوهم طلع موجود بناء ولا تطلع الدار كم مكيش لا يجبوا انه قدروا يتفضلوا ولا مكيش من قدروش ماء وضط دار يستيعنا وعره وعقبة والطريق ما تنجح الناس هناك بتيف لازرق هذي لهم جيبوه القناطر ثاني نفس الشي جيبوهم بلا تيف من تحت مفرشوا لهم حتى حاجة لهم القرافي ديبهم اتراب لك اللي رايش تعظوا ما عدناش المسؤول الاول عن البلدية يرى ان عملية رفع الغبن عن المنطقة مستمرة طريق خارجة بالأوفرتير دي بيس المواطنين رامي طالبوا باش تتخدم بالروفاتمون احنا المقاولة عطينا له تعليمات صاري مباشي تتبعوا السويبين تعوه البونشونس يتبعوا ويشو ويخدم بالنورم احنا كبلدية بتعليمات من سيد الولي ان حضرنا بداقة تقنية ودينها راهي على مستوى الولاية لتوصيل المياه الصالحة للشرب وهناك امور اخرى لانها منطقة الظل انها منطقة الظل هناك امور اخرى ان شاء الله تجي بعد هذه الامور بشوية احنا نطلب من المواطن الكريم انه يصبر شوية فقط وهذا مره مولادنا ومحسوبين علينا ومحسوبين عليهم ورانا واقفين معاهم ووقف تهم مناطق الظل او كما يحلل البعض نعتها بمناطق الظل كثيرة هي والسؤال المطروح هل بعد اشهر من تواعد الرئيس للمسؤول المحلي بتحسين وضع هذه المناطق تم فعلا اخذها على محل الجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر